اشتركوا في القناة فكيف نتعامل مع هؤلاء وهل هم معذورين شرعاً ومن عليه المسئولية تجاه هؤلاء الواجب عليه من يتعلموا من دين الله ما يحتاجون إليه فيتعلمون من أحكام الطهارة ما يحتاجون إليه ومن أحكام الصلاة ما يحتاجون إليه ومن أحكام الزكاة ما يحتاجون إليه ومن أحكام الصيام ما يحتاجون إليه ومن أحكام الحج ما يحتاجون إليه لا يجب عليه وهذا العلم فرض عين كما قالوا العلماء فهم الواجب عليهم أن يسألوا ووسائل تحصين العلم اليوم واللاحم سهلة فالمواصلات ميسرة والاتصالات ميسرة المواصلات بالسيارات المسافة التي يقطعها الناس بالأول بيومين يقطعونها في ساعتين والاتصالات كذلك ميسرة الهاتف موجود تصلون بالعلماء ويسألونهم فهم بحقيقة غير معدولة ومع ذلك نقول إن على العلماء واجبا أن يطوفوا بالبلدان التي يكثر فيها الجهل حتى يعلمهم أمور دينه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى البلاد ليعلموهم دينهم ويرشدوه وأمر مالك بن حويلة وأصحابه أن يرجعوا إلى أهلهم ويعلموهم ويؤدبوهم فهنا واجبا واجبا على العامة وواجبا على العلم أنا أقصد أنهم يتقنون أمور الزراعة أمور الصناعة أمور horizontia أمور التنوية يتقنون أمور دينهم لكن أمور الدين قد تعرف أمر الدنيا قصة لكن أمور الدنيا تكون التجارب ربما يعتقوا بالتجارب وربما يكونون حريصين على أمور الدنيا أكثر من حاصم على أمور الدنيا